السلام عليكم معاكم عز فاتح مهيدة بقص معلم الحيوان ان شاء الله هناخد مع بعض تاني سيكشن في كورس الاكواتيك هناخد في فايلة من جديدة وهي فايلة من كيني داريا شعبة اللاسعات او كديها اسمي تاني واسم يعني اللوف معويات هناخد بعض الصفات العامة لشعبة اللاسعات اول حاجة بالنسبة للحابتات مكان المعيشة بتاعاتها بنلاقي ان هي كلها اكواتيك انيمال معظمها بيعيش في المارين وطر في المياه المالحة بالنسبة لطريقة المعيشة بتاعتها هي اما بتعيش يعني جالسة او حرة المعيشة اه تالت صفة ودي تعتبر اهم صفة وان هي بتحتوي على خلاية لسعة ومنها الشعبة تسمت بالاسم ده اللي هو اللاسعات او الكني داريا الكني داريا دي وظيفتها ان هي بتستخدمها في الدفاع عن نفسها والامساك بالفريس طب ازاي لما نيجي نشوف الصورة اللي موجودة قدامنا دي هنلاقي ان الكنيديو سايتس هي المربعات الكبيرة وبتكون جواها او عضيات كبيرة اسمها اه 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 او زايدة خارجية كده بتبقى اه اول ما بتبتدي تحس بوجود جسم غريب في الخارج بتبتدي ان هي تخرج استريد او الخيط اللي موجود جواها بحيس ان هي تفرز مادة سامة اه بتساعدة في الدفاع عن نفسها او بتموت بيها الفريسة بتاعتها رابع صفة ان هي بتحتوي على تجويف واحد في الجسم اه اسمه سيلونترون يعني جوف المائي او الجسترو فاسكولار كافيتي يعني الجوف المائي دي الوعي عشان كده برضو هي اسمها سولينتراتا يعني الجوف معويات اه التجويف ده فيه فتحة واحدة بس رئيسية في الجسم وهي فتحة الفم اه بالنسبة دي 5 صفة وهي ان بنقول عليها ان الكائنات دي اسمها дополн plastic animal원� حيوانات ثناية الطبقة يعني حيوانات ثناية الطبقة يعني البوديوول بتاعها وجدار الجسم بيتكون من طبقتين اساسياتين الطبقة الخارجية هي طبقة الايكتو ديرم والطبقة الداخلية وهي طبقة الايندو ديرم ودور طبعا طبقتين سيليولار يعني طبقات خلوية بتتكون من خلاية ما بينهم الاتنين موجود طبقة لا خلوية متوسطاتة بسميها طبقة الميزوجليم ودي طبقة بتبقى جيلاتينية كده بقول عليها ان هي جيلي لايك لما نيجي نشوف الرزق في الصورة اللي موجودة عندنا دي فيه اللون الاحمر اللي موجود في الخارج ده ده طبقة الاكتوديرم اللون الازرق اللي موجود في الداخل ده طبقة الاندوديرم ما بينهم الاتنين طبقة لونها جري كده ودي طبقة الميزوجلية الفراغ اللي موجود في النص ده ده التجويف اللي احنا قلنا عليه مع فتحة واحدة في الجسم وهي فتحة الفم او الماوس فتحة اي ام الفق زي ما هنشوف بعد كده في الصفة اللي جاء الصفة اللي بعد كده هي التقاصر بن 있고요في الكنداريا ظاهرة مهمة وهي اسمها يعني ظاهرة تعاقب الأجيال يعني ايه ظاهرة تعاقب الأجيال يعني بيظهر مرحلة تقاصر الجنسي بيعقبها مرحلة تقاصر الجنسي تبدأ بيحصل بسبب إيه؟ بسبب أن الكينداري أساساً أو اللاساعات بيظهر خلال دورة الحياة بتاعتها في صورتين أول صورة هي صورة البوليب وتاني صورة هي صورة المدوزة بالنسبة للبوليب بيختلف عن المدوزة في كذا حاجة أولهم أن البوليب ممكن أنه يكون موجود يأما في صورة مفردة يأما في صورة مستعمرات زي ما احنا شايفين في الصورة بيلاقيه أنه وصل صيد جالس ويبنثك يعني موجود في القاع فتحة الفم بتاعته بيكون اتجاهها الأعلى مع التين تاكلز أو اللوامس بتكون حوالين فتحة الفم وبيشبه الظهرة أو الفلاور مع الاستيم الظهرة بالصغ بتاعها بالنسبة للبوليب بالنسبة للبوليب بتعيش في صورة مفردة دايماً وبتكونش مستعمرات وكمان بتكون بلاجك يعني بتزبح في المية جسمها ما بيحتويش على أي هيكل صل فتحة الفم بتاعتها بيكون اتجاهه الأسفل برضو اللوامس بتخرج من حوالين فتحة الفم الميدوزة هنا بيكون شكلها شبح البيل أو شبح الجرس يعني أو ممكن نقول عليها أمبريلا شيب يوبا بيل شيب أو أمبريلا شيب الميدوزة بيكون في منها ميل وفي ميل زكر وأنسة وبالتالي هي اللي بتتقاصر تقاصر جنسي أما البوليب ما بيكونش في منه ميل أو في ميل وبالتالي بيتقاصر عن طريق البودينج التبرع كده احنا خلصنا الصفات العامة لشعبة اللاسعات تاني جزء بقى في السكشن بتاعي النهاردة والكلاسفكيشن أو في كينداريا تصنيف اللاسعات أول حجم مملكة الحيوانية كينجدام أنيماليا تحتها تصاب كينجدام 100 زوة تحت مملكة البعديات بناخد فيها 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 كينداريا شعبة اللاسعات وشعبة اللاسعات دي بتتقسم لثلاث طواقف سري كلاسز أول كلاس هو كلاس هيدروزوة طائفة الهيدريات تاني كلاس كلاس سكيفوزوة طائفة ألفين جانيات تالت كلاس وهي كلاس الأنسوزوة طائفة الشعيات نقود في السكشن الأوليني أول كلاس وهي كلاس هيدروزوة طائفة الهيدريات وإن شاء الله في السكشن الجاي هنكمل التو كلاس الزبائين بالنسبة لكلاس هيدروزوة بالنسبة لكلاس هيدروزوة بالنسبة لكلاس هيدروزوة ثالث أوردر وهي أوردر الصيفون وفورة يعني رتبة حاملات أكياس الهار بالنسبة لأول أوردر بتتقسم لتنين ساب أوردر أول ساب أوردر هي الثكاتة يعني معراط البراعم يعني البراعم ما بيكونش موجود عليه غلاف أو غطى من الخارج ودي بنأخل منها ثلاث أمثلة الهايدرا، تيوبيولاريا، بناريا ثاني ساب أوردر وهي الثكاتة يعني تحت رتبة مغطاة البراعم وأن البراعم بتاعه بيكون موجود عليه غلاف أو غطى من الخارج دي بنأخد عليها خمس أمثلة الأوبيليا، قامبانيولاريا، سيرتيولاريا، سيرتيولاريلا، والبلوميولاريا بالنسبة لتاني أوردر اسمها الميلي بورينا يعني رتبة المراجين النارية ودي بنأخد عليها مثال واحد وهي عينة الميلي بورة ثالث أوردر أوردر السيفون وفورة السيفون وفورة دي اسمها حاملات أكياس الهواء وبنأخد عليها عينة واحد أمثال وهي البوربيتا هنبتدي ناخد الأمثالة ونعرف فيها أكتر حاجة بتميزة أول مثال هو الهايدرا وهو طبع الأثكاتة قلنا مع الراطئ البرائم يعني البرائم ما بيكونش موجود عليه أي غطى زي ما هنشوف في الرسمة اللي موجودة دي إن فيه برائم كامل النمو مش موجود عليه أي غلاف بنلاقي إن الهايدرا دي دايما بتكون سوليتري موجودة في صورة مفردة وبتكون سلسايا الأنيمال جالسة بتعيش فيه المياه العزبة والطور السائد بتاعها هو البوليب ده معناه إن ما بيظهرش خلال دورة الحياة بتاعتها الميدوزا دي الرسمة بتاعت الهايدرا بنلاقي إن فتحة الفم موجودة فوق وموجود حواليها عدد من اللوامس بيكون تقريبا من ستة لعشرة الهايدرا هيرمافروديت لأن موجود زي ما احنا شايفين فيه وفيه التستس وفيه يعني برائم كامل النمو زي ما هنشوف برضو الصورتين اللي موجودين في جنب دول دي زي ما هنشوف الشريحة في المعمل إن شاء الله تحت الميكروسكوب بيكون بالشكل ده بالزبط تاني مثالي هو البناريا البناريا برضو طبع الأثي كاته معارات البراعم بالنان هي بتكون مستعمرات كولونيال وبتكون جالسة بيظهر خلال دورة الحياة بتاعتها التورين اللي هما البوليب والميدوزا يعني هنا مش شرط نقول الدومنتستيج هو كذا لا هما الاتنين أساسا بيكونوا موجودين خلال دورة الحياة بتاعتها زي ما نشوف الرسمة بتاعتها كده بيكون موجود نوعين من التنتاكلز اللوامس فيه لوامس موجودة حوالي فتحة الفم اسمها الكابيتيت تنتاكلز وفيه لوامس موجودة بعد فتحة الفم اسمها الفلي فورم تنتاكلز اللي هي لوامس خيطين وطبعا هنشوفها بالشكل ده تحت الميكروسكوب تالت مثال هو تيوبيولاريا تيوبيولاريا برضو طبع الأثي كاته معارات البراعم بالنان تيوبيولاريا بتكون مستعمرات وبتعيش في صورة جالسة والطور السائد فيه هو البوليب الدومنتستيج ما بتزهرش الميدوزة خلال دورة الحياة بتاعتها لما نيجي نشوف الرسمة بتاعتها كده بالناء ان فيه لوامس موجودة حوالي فتحة الفم وفيه لوامس موجودة بعد فتحة الفم اسمها والنازل لتحت ده هو الساق بتاع وبتظهر بالشكل ده تحت الميكروسكوب كده احنا خلصنا أول ساب أوردر لها ساب أوردر سكاتة معارات البراعم هنبتدي في تاني ساب أوردر وها ساب أوردر سكاتة مغطاة البراعم أول مثال لها هي الأوبيليا الأوبيليا بتعيش فيه المياه الملاحة مارين موتر بتكون مستعمرات ودايما موجودة فيه صورة جالسة بيظهر خلال دورة الحياة بتاعتها تورين تور البوليب وي الميدوزة زي ما هنشوف في الرسمة بتاعتها كده إن هي فيه ساق اسمها الهايدروكيلوس الهايدروكيلوس أو الساق الهيدرية دي بيبتدي يخرج منها البوليبات من على الجنبين هنا موجود نوعين من البوليبات أول نوع هو الفيدنج بوليب الفيدنج بوليب ده وظفته عملية الفيدنج التغذية وزي ما احنا شايفين فوق كده بالنقان هي بتكون من فتحة الفم حوالين فتحة الفم موجود فيه تنتاكالزلوامس وفيه الهايدروثيكا اللي هو الغلاف الهيدري تاني نوع من البوليبات هو الربروكيلوس الربروكيلوس بوليب بنلعين هو بتكون من البلاستوستايل اللي هو العود المولد والعود المولد ده وظفته إنه هو بيعمل بروديوسينج لي الميدوزة حوالين الربروكيلوس بوليب موجود الجونوثيكا اللي هو غلاف المنسى زي ما احنا وضعين بلنا إن فيه هايدروثيكا اللي هو الغلاف الهيدري والجونوثيكا اللي هو غلاف المنسل عشان كده هي الأوبيليا تابعة مغطاة البرائم لأنه بيكون موجود غطى حوالين البرائم بتاعها وهنشوف الشريحة إن شاء الله تحت الميكريسكوب بالشكل ده في المعمل تاني مثال في سيكاتة مغطاة البرائم هي الكامبانيولاريا الكامبانيولاريا دي لأنها بتعيش برضو في المياه المالحة بتكون مستعمرات وبتكون موجودة في صورة جالسة بيظهر خلال دورة الحياة بتاعتها تورين البوليبوي الميدوزا وبتظهر بالشكل ده تحت الميكريسكوب الرسمة دي بقى موجودة في مذكرة العملية عشان تفعرف لنا الفرق ما بين الأوبيليا والكامبانيولاريا زي ما احنا شايفين كده إن الأوبيليا بيخرج البروداكتف بوليب والفيدنج بوليب من نفس المكان أما لما نيجي نبص في الكمبانيولاريا بنلاقي إن في مسافة ما بين البروداكتف بوليب والفيدنج بوليب وبالتالي إحنا لما نيجي نبص على الشريحة دي تحت الميكريسكوب عام حاجة نميز ما بينهم الاثنين إن نشوفهم الليتوب وليبص خارجين من نفس المكان ولا في بينهم مسافة لو خارجين من نفس المكان هيبقى الأوبيليا لو في بينهم مسافة اسمها القامبانيولاريا المثال اللي بعد كده هو البولوميولاريا هو طبعا تبع استيجاتها مغطاة البرائم بتعيش في المياه المالحة بتكون مستعمرات وموجودة دايما في صورة جالسة ما بتظهرش المدوزة خلال دورة الحياة بتاعتها وبالتالي الدومنت ستيتش التور السائد بتاعها هو البوليب رابع مثال فيه السكاتة مغطاة البرائم هي السيرتيولاريا السيرتيولاريا بتكون مستعمرات كولونيال ودايما برضو موجودة في صورة جالسة ما بتظهرش المدوزة خلال دورة الحياة بتاعتها معناه أن التور السائد هو البوليب الدومنت ستيتش هو البوليب أقطر حاجة بتميز السيرتيولاريا إن أزواج البوليبات بتاعتها دايما موجودة في صورة أو في وضع متعاكز دايما نشوف تحت الميكريسكوب دي صورة الشريحة تحت الميكروسكوب نلاقي ان البوليبات دايما ايه متعكسة السيرتيولاريلا بقى هي نفس السيرتيولاريا نفس الصفات بتاعتها بتختلف بس في ان ازواج البوليبات بتاعتها بتكون موجودة في وضع متبادل وضع متبادل زي ما هي موجودة كده اه واحد البوليب الناحية دي وبوليب الناحية التاني وهي برضو هنشوفها بالشكل ده تحت الميكروسكوب ان شاء الله الرسمة دي موجودة في مذاكرة العمل عشان تعرفنا الفرق ما بين الثلاث شريحة والثلاث عينات البوليبات وبنلاقيها ان هي ان البوليبات بتكون موجودة على فرع جانيبي خارج من الستيم او الفرع الرئيسي وتكون البوليبات بالشكل ده كده اما السيرتيولاريا والسيرتيولاريلا زي ما قلنا ان الفرق ما بينهم في وضع البوليبات بالنسبة للسيرتيولاريا زي ما احنا شايفين البوليبات متعاكسة اما في سيرتيولاريا البوليبات في وضع متبادل واحد الناحية دي واحد عكسه الناحية التانية كده يبقى احنا خلصنا اول الوردر ليه اوردر عيدرويدا ويقولنا ان تحتها اتنين صب اوردر استيكاتة والاسيكاتة بالنسبة للتاني اوردر في كلاس هيدروزوة هي اوردر الميلي بورينا عليها مثال واحد وهو الميلي بورا والقومل نيم بتاعه الاسم الشاع اسمه اللي هو المرجان الناري المرجان الناري ده بان ان هو بيكون مستعمرات ويكون آآ موجود في صورة جالسة وفي الغالب دايما بيكون موجود او متواجد مع الشعب المرجاني خلال دورة الحياة بتاعته بيكون موجود في الصورتين اللي هما تور البوليبا وتور الميدوز الميدوزا بيمتلك هيكل خارجي بنقول عليه ان هو يعني هيكل خارجي جيري عشان كده العيانة دي بتبان صلبة زي ما هنشوف آآ في اللي بعدها شكل العينة بتبع من دي شكل العينة زي ما قلنا ان هي بتبان صلبة عشان الهاكل الخارجي بتاعها اللي هو الجيري آخر مسال وده تبع الوردر الاخير في كلاس هيدروز هو سيفون وفورة يعني حاملات اكياس الهواء حاملات اكياس الهواء بنقول ان هي آآ بتسمى بالاسم ده لان في جسمها بيكون في اكياس هوا بتسعيدة ان هي تطفع على سطح المية المسال الوحيد عليها يعينة البوربيتا آآ البوربيتا دي بتكون في ريس وامنج حرة المعيشة آآ بتسبح في المية يعني هي مش سالصائل شكلها بيكون شبه المظلة يعني زي ما احنا شايفين في الرسمتين ودي شكل العينة زي ما هنشوفها ان شاء الله في المعمل بكده احنا خلصنا السكشن التاني في كورس الاكواتيك ان شاء الله في السكشن التالت بنكمل باقية الكنداريا آآ اللي هم الاتنين اللي باقيين آآ بتوفي لكم جميعا ان شاء الله موسيقى